السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو حد رايح وحيعمل عمرة اول مرة ومش عارف يعمل ايه انا هشرح مناسك العمرة خطوة بخطوة تاني وهقولك بالضبط تعملي ايه من اول من قبل ما تطلعي من بيتك فخليكي معايا وبالله عليكم شيروا الفيديو ده وعملوا لايك كتير علشان ما تبخلوش علينا بجد والله علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن والكل يستفيد وربنا يجعله في ميزان حسناتي وحسناتكم يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة وانت في البيت بتعملي ايه بتزيلي شعر الابط والعانة وبتقصي ضوافرك وبتغتسلي غسلك غسل الجنابة وبتضفري شعرك ضفيرة واحدة بس ورا وعشان تسهلي الوضع لو انتي هتيجي تفكر احرام باذن الله فبتقصي بمنتهى السهولة من الضفيرة من تحت لو راح بقى سواء بسيارة سواء بطيارة بالسيارة لو هتمري على المقاط بتنزلي واما انك تختسلي من تاني او بتكتفي بالوضوء وبتصلي الصلاة المفروضة وقت وصولك او ركعتين والركعتين دول مش من شروط الاحرام وبتركبي وسيلة المواصلات اللي انتي جاية بيها تاني وبتتحركي وبتنوي العمرة بتقولي ايه بتقولي لبيك اللهم عمرة وان حباسان يحبس فما حلي حيث حبس تاني لازم تقولي كده لازم تقولي العبارة دي علشان لو حصل اي عارض بقى وماكملتيش العمرة ما يكونش عليكي دم يعني ما تلتزميش بانك تتباحي حاجة طيب لو جاية في الطيارة بقى كابتن الطيار بيقول ان ده المقاط بنمر على المقاط فبيبلكم وبتقولي نفس الشيء لبيك اللهم عمرة وان حبساني حابس فما حلي حيث حبس تاني طولي الطريق بقى من بعد المقاط وانتي بتكبري وبتهللي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة والملكة لك لا شريك لك لبيك ده اكتر حاجة بتفضلي تلبي لحد ما توصلي لمكة وتشوفي الكعبة ممنوع تقصي ضوافرك او شعرك او يقع منه بقصد يقع من شعرك بقصد يعني وممنوع الجماع ممنوع العطور والبخور وصلتي الفندق بالسلامة طيب عندك خيارين اما ترتاحي وبعدين تروحي الحرم وتعملي العمرة او تحطي شنطك وتروحي الحرم مباشرة وده كله وانتي محافظة انك ما تعمليش عن قصد محظورات الاحرام اللي احنا قلنا عليها وانتي رايحة وانا من رأيي انك تريحي ساعتين وبعدين تعملي عمرة ما تعمليهاش وانتي جاية من صفر تعبانة وانتي راحة الحرم ممكن تاخدي معاكي حزاء بقى جديد او شبشب جديد تلبسي بس لما تيجي بتدخلي الحرم او تدخلي حفية الشبشب الجديد هينفعك لو جيت تدخلي الحرم او انك تدخلي حفية بقى ولبس الشراب الشراب ده طبعا اساسي بتاخدي معاكي بقى كيس للحزاء علشان لو ملقتيش العامل بيوزع او كيس فانتي بتاخدي معاكي كيس بالحزاء هتدخلي برجلك اليمين الحرم وتقولي ايه اعوذ بالله العظيم وبوجهك الكريم وسلطانه القدير من الشيطان الرجيم واول ما تشوفي الكعبة هتقولي ايه اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وكرمه ممن حجه او اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا وتدعي بقى باللي نفسك فيه ادعي بقى بخير الدنيا والاخرة بترفعي ايديك طبعا في الدعاء دي من السنة وبتدعي باللي نفسك به هتدوري على العلامة الخضرة لو انت في سحن الحرم لو انت بعيدة عن الكعبة ومش شايفة الحجر الاسود قدامك فانتي بتدوري على العلامة الخضرة في سحن الحرم بيكون لمبة طويلة كده خضرة تكون على ايدك اليمي تروحي عندها دي بداية الطواف هترفعي ايدك اليمنى لجهة الكعبة عشان تستقبلي الحجر الاسود وتقولي في بداية الطواف بسم الله والله اكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاءا بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وتعدي بايدك الشمال كل مرة بقى عشان تكملي سبع اشواط وطول ما انت ماشية بتدعي طبعا ده بتقوليه في الشوت الاول بس الدعاء اللي انا قلته ده بتقوليه في الشوت الاول وممكن تقوليه كل بداية مع كل بداية شوت مع رفع كف في ايدك كله كل مرة وبتكتفي في بقية الاشواط بقولك الله اكبر ووعد ريعك يبان وانت رفع ايدك خلي بالك من الموضوع ده ومن الافضل ان انت تكوني لابسة معصة اه بدون كف طبعا لان موضوع ممنوع الجوانتي لما تنتهي من الاشواط السبعة بقى بتنتهي اخر شوت بدون ما ترفع ايدك عند الحجر الاسود وبتمشي بعد كم خطوة كده خوفا من انصرافك يعني قبل الشوت ما يكتمل فبتمشي في الطواف كم خطوة كده ومن السنة بعد انتهاء الطواف صلاة ركعتين تقرأي في الاولى صورة الكافرون وفي الركعة التانية صورة الاخلاص ورا مقام سيدنا ابراهيم زي ما قلتلكم الطواف مثل الصلاة يشترط الطهارة والوضوء اذا انتقد وضوءك تعال اتعلمي انت تعلمي انت وقفة فين وآآ عند كام عند كام شوت وبتطلعي تتوضي وترجعي تكملي تاني الصلاة الركعتين زي ما قلت بيكونوا آآ بعد الطواف وورا مقام سيدنا ابراهيم طيب الساعي بقى هو الركن التاني بتروحي طبعا تشربي بتروحي تشربي بقى من بقر زمزم وآآ شبه تختسلي بي يعني آآ خلي شربي كتير جدا وخليه يتغلل كل آآ جسمي آآ نيجي للركن التاني والاخير بقى اللي هو الساعي بين الطواف الركن التالت اسفا الساعي بين الطواف والمروة بتروحي عند الصفا وتقولي في البداية ان الصفا والمروة من شعائر اللافة من حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم مرة واحدة ابدأ بما بدأ الله وتقولي كده اول مرة بس مرة واحدة بداية الساعي وتقولي كمان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحذاب وحده تلات مرات كل مرة توصلي فيها عند الصفا وعند المروة طبعا هتعدي الاشواط على ايدك برضو من الصفا للمروة شوت شوت من الصفا للمروة شوت ومن المروة للصفا شوت تاني وهكذا لحد ما توصلي للسبع اشواط منتهية عند المروة طول ما انت بتسعى بين الصفا والمروة اه لك ان تتذكري الله وتدعي بكل اللي ييجي في بالك من خير ليكي وللمسلمين وكده يبقى اه اتميتي العمرة بفضل الله بتروحي بقى اما تدخلي الحمامات مثلا تقصي شعرك او على جنب كده من تحت الطرحة بحيث شعرك ما يبينش او في الفندق تستاني ما تروحي الفندق وتقصي اطراف شعرك وبعد كده بيحل لكي بقى كل المحزورات هي المحزورات العمرة خلاص انت بتحطي عايزة تحطي مزيل العرق عايزة تحطي مسك للطهارة اعملي ما بدالك بقى انت تحللتي من الاحرام الملحوظة بس الطواف زي ما قلتلك زي الصلاة بالضبط دي اهم حاجة في الطواف هي الطهارة الصلاة تركعتين بعد الطواف ده شرط ده شرط فيه انه يكون طبعا على وضوء انهي بقى السعي بين الصفة والمروة لما تيجي تسعي بين الصفة والمروة مش شرط فيه الوضوء الوضوء ما يشترطش فيه الوضوء طول السعي وهتلاقي لوحة مكتوب عليها السعي هتروحي عندها وتمشي مسترشدة باللوحات الاسترشادية بقى اللي قدامك وتمشي من الصفة لحد المرة دي يبقى كده تلات اركان اهو للعمرة الاحرام والطواف والسعي دول اهم تلات اركان للعمرة تتميهم باذن الله تعالى خلي بالك ادعي كتير جدا في الطواف وادعي كتير في السعي وفي السعي عايزك تتذكري برضو سيئة ستنا هاجر وان هي كانت فضلت تدعي 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 لله وفضلت تسعة بين الصفة والمروة لحد ما ربنا استجاب لها الدعاء زي ما قلت لك نصيحتي انك ما تعمليش العمرة وانت مرهقة لان هي فيها مشقة المشقة الاكبر كمان في السعي بين الصفة والمروة فخلي دايما العمرة بتاعتك تكون بعد ما ترتاحي ودي كانت شرح مناسك العمرة بالتفصيل وبسرعة علشان ما طولش عليكم الفيديو يارب اكون افدتكم ويارب يجعلوا في ميزان حسناتي وحسناتكم باذن الله بعد ما تشيروا الفيديو عايزين الفيديو ده جماعة يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس اليومين اللي جايين دول يومين كلهم موسم بقى موسم حج رجب عمرة رجب وشعبان ورمضان فبالله عليكم ساعدوني ان الفيديو ده يوصل لاكبر عدد ويجعلوا في ميزان حسناتي وحسناتكم يا رب العالمين اشتركوا في القناة